وعقدت الدخانة بالسحاب وعقدت السحابة بالمطر وعقدت المطر بالهواء وعقدت الهواء بالشمس وعقدت الشمس بالنبات وعقدت النبات بالماء وعقدت لسان فلان وشددت عقدته بشد الوسعق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مملكة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني إذا عجبك الفيديو دوس لايب وعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد أصدقاء نور البيان أهلا بكم في فيديو جديد وسر من أسرار مملكة نور البيان وهنتكلم النهاردة عن أقوى طريقة لعقد اللسان أقوى طريقة لعقد اللسان مجربة وموثوقة أسئلة كتير بتيجي عن عقد اللسان سواء عن زوج متسلط أو أخ غير عاقل أو جار سوق أو مدير في العمل ممكن نعمل عقد لسان كامل وشامل لكل الناس لو شاعت عنك فكرة سيئة أو افتر عليك أحد بالكذب وحاول يسيء لسمعتك وممكن أيضا نعمل عقد لسان لشخص معين أو شخص محدد وعايز يعني شخص متسلط بزيء اللسان أعمل له عقد لسان فيتغير أو يتحسن معايا في الكلام أو في الكلام عني سواء في وجودي أو في عدم وجودي هنتوكل على بركة الله هنتوضى هنصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة هنجلس على سجارة الصلاة نواجه متجه إلى إبلة الصلاة هنكتب بألم روحاني أو بحبر روحاني على ورق أبيض بدون سطور هنجهز ورق أبيضة بدون سطور وحبر روحاني وهنكتب بهم التالي هنكتب عقدت السماء بالدخان وعقدت الدخان بالسحاب وعقدت السحاب بالمطر وعقدت المطر بالهواء وعقدت الهواء بالشمس وعقدت الشمس بالنبات وعقدت النبات بالماء وعقدت لسان فلان وشددت عقدته بشد الوساق وبعقدة إبراهيم وإسحاق اسمت يا فلان ولا تتكلم إلا بالخير خيرك بين عينيك وشرك تحت قدميك إن تكلمت بالسوء يرقد الكلام عليك بإسم دسم دسم حسم حسم براسم براسم سم بكم عمي فهم لا يتكلمون ختم الله على لسان فلان وفلان وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولو نشأ لتمصنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأن يبصرون ولو نشأ لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا أن يرجعون أعقد يعنقود جميع الألسنة فحق الودود المعبود الواحة الواحة العجل العجل الصيغة السابق ذكرها ده اللي هيكتب في الورقة البيضة بدون سطور والكتابة هتكون بحبر روحاني وأثناء الكتابة هشغل جنبي أي عود بخور زو رائحة طيبة أي عود بخور له رائحة طيبة بعد كده هتعامل مع الورقة إزاي؟ هتعامل مع الورقة معاملة الحرز يعني إيه معاملة الحرز؟ في ناس ما تفهمش يعني همرر الورقة على البخور على عود البخور أكتر من مرة بعد كده هتطبقها حيث زي الحجاب المربع أو الحرز المربع بعد كده هصنع ليها حامل من الأماش الحرير الأخضر أو الأبيض هعمل لها حامل والحامل له رباط من الأماش الحرير الأخضر أو الأبيض هربط الحامل على كده اليمين بعد ما أضع فيه الورقة أو الحرز بحيث إن الورقة تكون ملسمة الضلوع يعني هربط الحامل على الكده اليمين بحيث إن الورقة تكون من تحت من يمت تحت الباط ملمسة للضلوع طبعا ما ينفعش إن أخش بالورقة دي الحمام يعني لو تذكرت ممكن أشيلها قبل ما أدخل الحمام لكن لو حصل ودخلت بها الحمام سهوا عن غير أصل فما فيش منها أي ضرر وما فيش منها أي أزية بإذن الله أصدقاء نور البيان كالعادة نأتيكم بكل ما هو جديد وموصوق بنسبة 100% اللي عنده أي سؤال يخص العلم الرمحاني اتفضل يكتبوا في التعليقات وهنرد عليكم وتحت أمره لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا